اشتركوا في القناة 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 بزيادة برنامج الدعم المالي للعسار محدودة الدخل ومستحقية الضمان الاجتماعي بواقع عشر بالمئة الى ذلك وجه صاحب السمو الملكي وليلعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الى التحقق من وفرة السلع الاستهلاكية الكافية للمواطنين وموصلة الرقابة لتكون هذه السلع متوازنة من حيث الجودة والسعر وبخاصة في ظل التطورات العالمية ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك كما وجه سموه تكثيف حملات التفتيش لمراقبة الاسواق وضمان استقرار الاسعار وكلف سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بذلك بينما قدم سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة شرحا عن جهود الوزارة في ضمان استدامة توفر السلع الاساسية وقدرة المخزون على الاستجابة لاحتياجات السوق في مختلف المواسم والظروف بعدها نوه المجلس بقرار مجلس منظمة طيران المدنية الدولي ايكاو باستمرارية حفاظ مملكة البحرين على ادارة الحركة الجوية في الاجواء الواقعة فوق المياه الدولية هذا القرار يعكس الثقة الدولية في حسن ادارة مملكة البحرين لإقليمها لمعلومات الطيران والمجالات الجوية الأخرى المجاورة والواقعة فوق أعالي البحار وبتفويض من الايكاو منذ عام 1959 ثم أدان المجلس الاعتدال الذي استهدف مصفات تكرير البترول في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة عن بعد في عمل ارهابي تخريبي يعرض سلامة المدنيين والمشآت المدنية للخطر ويهدد امدادات الطاقة والاقتصاد العالمي مؤكداً وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع شقيقتها المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها عقب ذلك دان المجلس الهجوم الصاروخي على مدينة أربين بإقليم كردستان العراق مؤكداً دعم مملكة البحرين لجمهورية العراق في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن العراق وسلامة أراضيه وجهودها الرامية للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله بعدها قرر المجلس ما يلي أولاً الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن عشرة قرارات وزرية تصدر عن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإصدار قانون البيانات الشخصية والتي تتضمن عدد من القواعد والإجراءات والضوابط بهذا الشأن مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزرية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بالجمهورية التركية والمشاركة في الدورة الحادية 57 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والمشاركة بمعرض الدفاع العالمي في نسخته الأولى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ونتائج زيارة وزير الصحة بدولة إسرائيل إلى مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر